عجم إنتاج محصول القمح في العراق اقترب خلال العام الماضي 2023 من 4 ملايين ونصف المليون طن وهو الرقم الأكبر تاريخياً لدى العراق واستحديث عن إمكانية أن يشهد هذا العام طفرة نوعية في إنتاج الحنطة في ظل الخطط الحكومية ووفقاً لمقارنات أجريت من قبل خبراء اقتصاديين وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج محصول الحنطة في العراق العام الماضي بنسبة 53% إلا أن متوسط الغلة انخفض بمقدار 8% ليبلغ 636% بعد أن كان في العام قبل الماضي 2022 بحدود 693% يبضي خبراء في مجالات زراعة والاقتصاد بالقول إن هذا الانخفاض يدل على أن كفاءة الزراعة العراقية لا زالت دون المستوى وذلك بالمقارنة مع الدول المنتجة لمحصول الحنطة ولذلك فإن زيادة كمية الإنتاج المنتظرة ربما خلال العام الحالي أو مستقبلاً تتطلب رفع مستويات الكفاءة الزراعية وتشكل قلة تساقط الأمطار خلال موسم الشتاء وتذبذبها أحياناً التحدي الأبرز أمام إنتاج المحاصيل الزراعية في العراق هذا إلى جانب ضعف خطة تنمية الإنتاج الزراعي للمحاصيل الأساسية في مواسم الزراعة المختلفة وهو الأمر الذي يؤثر على الجودة بشكل كبير أشهر أمام العراق لقطف ثمار الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي التي جرى إقرارها بزراعة مليون وخمسمائة ألف دونم اعتماداً على المياه السطحية وأربعة ملايين دونم اعتماداً على المياه الجوفية إضافة إلى مليون ومائة ألف دونم من البساتين ستروى حصراً باستخدام تقنيات الرأي المقننة ترجمة نانسي قنقر